موسيقى اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من دور التعليم برنامج فوتوشوب المستوى المتقدم في هذه المحاضرة راح نتناول ان شاء الله الكليبينج ماسك طبعا الكليبينج ماسك هو اداة مهمة ومن الادوات الرائعة والمهمة لكل مصمم في عالم الفوتوشوب ان شاء الله راح تكون محاضرتين نتناول بين هذه الادات ورح نشرح اكثر من تطبيق واكثر من تمرين حتى تكون واضحة وسهلة ونعرف شون نستفاد من هذه الادات حتى نتعرف على الكليبينج ماسك نفتح ملف جديد باي مقاس وليكن بها المقاس ونروح على الاشكال ونرسم في الشكل معين وليكن هذا الشكل السوداسي او الخماسي الشكل المضلع طبعا نغير لون هذا الشكل المضلع الى اي لون اخر وننقل الشكل الى المنتصف مؤقتا بعدها نفتح صورة جديدة وليكن هذه الصورة طبعا ناخذ من عندها نسخة من خلال select all edit copy و edit best هذه الصورة نلاحظ انه غطت الشكل المضلع لانها في الطبقة العليا وحتى نخلي هاي الصورة تكون في اسفل الشكل المضلع نسحبها ونخليها بالاسفل الفكرة فكرة الكليبينج ماسك هو ان الصورة تكون حبيسة لطبقة اخرى وهذه الصورة حتى تكون حبيسة لطبقة اخرى لابد ان تكون اعلى هذه الطبقة يعني هذه الصورة لو اردنا ان تكون حبيسة هذا الشكل المضلع لابد ان تكون اعلى من الشكل المضلع نسحبها ونخليها بالاعلى بعدها حتى نخليها تكون في داخل الشكل المضلع نضغط click ايمن على الصورة ونختار create clipping mask راح نلاحظ ان هذه الصورة راح تكون في داخل الشكل المضلع فقط طبعا نمسح هذه الاشكال ونكتب كتابة معينة وليكن نرسم هذا مربع النص ونختار حجم وليكن 300 ونكتب مثلا اوكي ممكن ان يكون بهالشكل ونضيف صورة ممكن هذه الصورة وحتى اخلي الصورة تكون حبيسة هذا النص لازم ارفع الصورة في الاعلى اعلى طبقة النص واضغط عليها click ايمن واختار create clipping mask راح الاحظ انه هذه الصورة راح تكون هي حبيسة النص طبعا هذه هي فكرة clipping mask راح ناخد تمرين ان شاء الله في هذه المحاضرة وتمرين موسع في المحاضرة القادمة حتى نفهم الفكرة بشكل اوضح نمسح هذه الاشكال ونكتب مثلا اكتب مثلا بيتزا ممكن يكون هي تشي بهالشكل ممكن ان الحجم يكون 400 او ممكن 300 ماكو مشكلة الخطوة التالية نفتح صورة وليكن صورة البيتزا هذه الصورة بعدها احدد الصورة من select all edit copy اروح الى هذه الطبقة او الى هذا البروجيكت العمل edit واختار paste ممكن انه نصغر العرض من خلال control alt والرولة او control وعلامة الناقص اضغط او نضغط صورة البيتزا بها المكان ونضغط على علامة الصح نتكد من انه صورة البيتزا فوق الناس اضغط على الصورة واختار Create Clipping Mask ممكن انه احرك الصورة بهالمكان بعدها نضيف بعض المؤثرات على النص من خلال Layer Style نضغط عليه Double Click ونختار Drop Shadow وممكن انه نضيف Drop Shadow بهالمكان وممكن انه نكثر Drop Shadow ونختار Stroke Stroke ممكن نضيف له بلون ابيض ممكن نوسع Stroke شوية نلاحظ انه هالتصميم الجميل ممكن نكتب كتابه طبعا نحدد طبقة Background ونضيف كتابه وليكن بحجم 30 اكتب مثلا وحتى اوسع المسافة فيما بين الاحرف احدد الاحرف واضغط Alt واحد الاسهم الاسهم العليمين السهم العليمين اضغط على Alt وضغط على السهم ورح الاحظ انه الاحرف رح تتوسع وتبتعد المسافات اللي بينها نلاحظ انه اصبح عندنا هذا التصميم البسيط بخطوات سهلة ناخذ تصميم اخر اكثر احترافية شوية نفتح مساحة جديدة وليكن 1000 بيكسل في 750 بيكسل او ممكن يكون 700 بيكسل نكتب حرف A ونحاول نكبر حجمه الى 500 مثلا او ممكن يكون 600 نحاول انه يكون مكانه في المنتصف حرف A بعدها نضيف صورة وليكن هذه الصورة حتى ننقل الصورة select all edit copy واروح الى البروجيكت edit best نصغر حجم الصورة ونختار لها فد مكان وليكن هاي المكان بعدها اخلي هذه الصورة clipping mask من خلال اضغط عليها click aim واختار create clipping mask الخطوة التالية اظهر بقية الوجه بهالمنطقة من خلال انه اكرر هذه الصورة click aim عليها واختار duplicate layer اوكي والغي clipping mask الخاص بالطبقة الثانية المكررة من خلال انه اضغط click aim واختار release clipping mask اصبح عدنا طبق تين طبقة حبيسة A وطبقة حرة الطبقة الحرة راح احذف منها كل شي اخلي بس هاي المنطقة من خلال اروح على اداة quick selection واختار هذه المنطقة بعدها delete الخطوة التالية اروح على اداة المساحة اضعا لا انسى انه انا محدد الصورة الخاصة الاولى الصورة الحرة اضغط اضغط click aim واختار hardness 100 وامسح امسح امسح الجزء الخاص بالصورة الحرة ممكن وامسح خطوة التالية نكتب كتابه نص معين طبعا نضغط على background الخاص ونكتب نص معين واكتب مثلا طبعا النص حجمه كبير ممكن ان يكون حجمه 24 وحجم المسافات كلش بعيد من خلال اضغط على احدد space مساحة واكتب الكلمة ثانيا ممكن انه مسافات بعيدة alt واقرب المساحات ممكن انه اقرب هاي المساحة واخلي النص بهالمنطقة اصبح عدنا تطبيق جميل من خلال الادات cleaning mask ان شاء الله انتظرونا بالمحاضرة القادمة المحاضرة السادسة راح يكون بها تطبيق جميل جدا بالنسبة للواجب الخاص بهذه المحاضرة كل شخص يفتح مساحة وليكن هاي المساحة 1500 في الف بيكسل ويكتب اسمه بالانجليزي مثلا انا راح اكتب اسمي او بالعربي ما اكتب مشكلة راح اخلي الحجم مثلا 600 ويضيف صورة اي صورة وليكن هذه الصورة ويحول هذه الصورة بتقنية الكلبينج ماسك ان تكون حبيسة النص من خلال اكتب ايمن واختار الامر كليبينج ماسك نلاحظ انه اصبح عندنا هال تصميم الجميل ممكن اذا اضيف للمؤثرات يكون اجمل طبعا هاي المؤثرات غير مطلوبة اختيارية اهم شي انه كل واحد يكتب اسمه ويخلي كليبينج ماسك لصورة على اسمه وانا راح اضيف مثلا اضيف دروب شادو ممكن ان يكون بها الشكل واضيف ستروك بلون ابيض ووسع المساحة طبعا نبدقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة